لم يأتي إلى مخيلة الصحفية فاطمة نعوت أن تدوينة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ذبح الأضاحي ستثير جدلا كبيرا هذا الجدل وصل إلى ساحات القضاء حيث صدر حكم بسجنها ثلاث سنوات وتغريمها حوالي 2500 دولار والتهمة هي اصدراء الأديان نعوت وفي أول رد فعل لها حذرت في صفحتها على فيسبوك شريحة المثقفين بأن الدور سيأتي عليهم بالحبس أيضا بعد إخفاقهم في الوقوف جبهة واحدة في وجه ما أسمته قوى الظلام الحكم بحبس نعوت أثر انتقادات متقفين وناشطين حقوقيين رأوه تقييدا لحرية الرأي والتعبير ويضع حاجزا نفسيا من الخوف أمام كل من يحاول دعم جهود الدولة في مواجهة الفكر المتطرف كي يثبت أو تثبت الحكومة يعني نياتها الحقيقية أو إصرارها الحقيقي على حرية الرأي والتعبير وعلى عدم ملاحقة أصحاب الرأي بهذه التهمة الغريبة جدا وهي تهمة الزراء الأديان هناك برلمان عليها أن تلقى إلى البرلمان لتقديم تعديل تشريعي في قانون العقوبات في المقابل يؤكد آخرون أن الدولة دورا في مواجهة ما وصفوه بالانفلات الفكري وقالوا أن ذلك يأتي بهدف الحيلولة دون أعطاء المتطرفين ذريعة لاتهام الدولة بموالاة من يهاجمون شعائر في الدين الإسلامي هناك فرق بين حرية الصحافة أو حرية التعبير وبين السوابت في مجال العقيد ما ينفعش أن نحن نوصل لدرجة أن نحن نشكك في عقيد نشكك في ديننا وخاصة أن نحن الجيل ده أو الناس اللي بتعرضوا لمثل هذه الأمور لا يصوفوا كهاء في الدين والحكم على نعوت الثانية من نوعه خلال شهر بعد حبس الباحث والإعلامي إسلام البحيري لمدة عام بتهمة اصدراء الأديان أيضا فيما يرى البعض أن الحكم على نعوت وغيرها جاء مقرورا بالأدلة وأن الأمر أثار حفيظة المؤسسة الدينية الأزهر الشريف وكذلك رجل الشارع يرى آخرون أن الحكم يثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الحريات في مصر محمد عبدالله الحرة القاهرة ترجمة نانسي قنقر